لأول مرة هتشوفي طريقة الكبد والأوانس دي واتحدك ان انت مش هتبطل تعمليها معي الكبد والأوانس هصلتون كواس جدا بالملح تمام معي هنا بطاطس بصل وكمان فلفل الوان وفلفل الاغضر ومعي طماطم ومعي جماعة معلقة من التوم تمام هقطع بقى كل المكونات اللي انتو شايفين هديات مكعبات زي ما انتو شايفين كده اقطعت الطماطم ومعي الفلفل برضو وقطعت البصل والبطاطس والتوم طبعا اول مرة هتحطوا بطاطسة على الكبد هتبقى طعمها روعة جدا علشان طبعا كله بيشرب من بعده كده بيبقى طعمه بصراحة طح فجربه الطريقة مش هتندمه بجد هحط بقى صنيع على النار وحط فيها زيت واسيب الزيت يسخن كواس جدا هنزل يا جماعة على الزيت بالكبد والأوانس زي ما انتو شايفين كده اول ملون هيتشمع كده ويقلم هنزل عليها بقى بالبطاطس وبعد كده البصل هنزل بقى بالطماطم هنزل بقى بالبهرات بتاعتي والبهرات يا جماعة عبارة عن كمون وفلفل سود وشوية ملح وكمان ننص معلقة بهرات فراخ تمام مش بحب بقى زود البهرات بتاعتي عشان طبعا مش ظهرت عمل اكل انزلت بربع كبهات مية ومعلقة التوم بعد ما اقطعتها بالشكل اللي انتو شايفينه ده بعد ما استوي كده لمدة ربع ساعة انزلت بقى بالفلفل بتاعي تمام طبعا انتو عارفين الفلفل بسرعة فان بنزل علي متأخر خلص علشان طبعا يفضل بلونه اللي انتو شايفينه ده ارأيكم بقى في الجمال والطعام دي والالوانات الروعة دي تفضلوا معنا بقى بقى الفهنة وشوفها على علومكم الاول مرة شوف فيديوهاتي ينزل اشتراك في قناتي ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم مشاعرات بالحاجات اللي بننزلها واستنونا ان شاء الله فيديو هات كتيرة جدا باي باي اشتركوا في القناة